اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان يمكن احنا يعني بنشوف مشاهد ممكن تكون مؤلمة ويمكن الناس كتير بتبعى عايز تتدخل وتنقض الطفل اللي هي بتشوفه بيواجه هذا العنف ويعني اطفال كتير بتكون ضحايا الاعتداء دسدي أو حتى اعتداء نفسي خصوصا لما يكون هذا الاعتداء من داخل الأسرة أو حتى خارج نطاق هذه الأسرة علشان كده يمكن الدولة المصرية قطعت شوت كبير في مسألة حماية الأطفال وبقى عندنا قوانين راضعة لحماية هؤلاء الأطفال اللي بيتم توجيه العنف اليوم لكن لسه لحد دلوقتي بنواجه برضو نقص من حالة الوعي اللي موجودة بهذه القوانين اللي تحمي أطفالنا من العنف عايزين نتكلم أكتر بالتفصيل عن منظومة هذه القوانين وحقوق الطفل في القانون المصري وقد ايه هي مفعلة مع الأستاذة راشة صبري المحامية المتخصصة في قضاء الأسرة صباح الخير عليك صباح الخير منورونا صباح الخير يا مصر أنا مفسطة جداً ويمكن موضوع مهم جداً أن احنا نتناقش فيه لأنه أحياناً كتير يعني كمواطنين عاديين ممكن نشوف قدامنا طفل بيواجه حالة من أنواع العنف وممكن العنف ده يكون من أحد أفراد أسرته وممكن يكون من خارج الأسرة أنا أعملي أتعامل إزاي للأسف إحنا كان عندنا مشكلة واتناقشنا فيها كتير قبل كده أن إحنا قوانين حماية الطفل عندنا مش كافية يعني الطفل لما بتعرض لتعنيف من أهله هل أقصى حاجة بتحصل معي إحنا لو جينا نقارن بحماية الطفل عندنا وحماية الطفل في أوروبا أو في الغرب هنلاقي أن الفرق شاسع بيننا وبينهم في قوانين هناك حاسمة في التعامل مع التعنيف ضد الأطفال لكن إحنا هنا للأسف لو حتى أب عنف وطلبتي اللي هو مثلا نجدة الطفل أو وجم أخدوا الوال وخدوا عليه تعهد إنه هو للأسف ده مش كافي كمان إحنا بنواجه مشكلة تانية سنعاوز أقف هنا هو في حاجة سمعنا لنأخذ تعهد من الأب اللي هو ما يتعرضش لابنه يعني إمتى يخرج من نطاق التربية لنطاق الأكدار أنا أعيز الحاجة للأسف يعني أنت عايز الحق هي بتبقى بشكل روتيني ما بتبقاش بشكل زي بيقولوا شدت ودن كده ما بيبقاش على عقوباتي لما يوصل الأذى النفسي ده أو العنف ده لمرحلة ما واضحة على الطفل سواء بقى مثلا ما بيأكلش كويس جسمه عليه علامات ضرب ما فيش مؤسسات تجبر أنه الطفل ده يتساحب من الأسف لا ما عندنا نشده وإحنا وصلنا لمرحل بره لمرحل أسوأ من كده بكتير يعني أنت شايفة السوشيال ميديا دلوقت العائلات اللي بتستغل أولادها في الميديا أو بتستغلهم أنه هم بتستغلهم من وراءهم هل هي مش كده بتجني على براءة الطفل ده على طفولته وبتستغل أنه هم عندوش إرادة دلوقت يقول لا أنا مش عايزة أكون محتوى مثلا أو أنا مش عايزة تم استغلالي عشان التكسب من وراي أو التربح من وراي للأسف دي مثلا نقطة من النقطة أتمنى أن الدولة تحط الاسبوت عليها أن الأطفال تريد استغلالها من قبل أهليهم في السوشيال ميديا عشان يعمل بهم محتوى والمحتوى ده يجيب فلوس عشان بتقولي ما يستغل المحتوى لأ أنا شفتي كمان مش فكرة بقى استغلال ده طفل يعني بدأ اللي هو يمشي لا ده وصل الأمر لفكرة تسجيل أو تصوير عملية الولادة علشان خاطر لأنا ده يبقى محتوى للطفل قبل ما يبقى لسه عنده أي نوع من أنواع الحرية هو الأبيوز أو الاستغلال للأسف بقى بأشكال مختلفة سواء بشكل نفسي أو بمادي أو معناوي احنا في نقطة محتاجين نبدأ بيها احنا الناس اللي هي مثقافة أو المتعلمة أو اللي حظت بجانب من التعليم أو بالثقافة دول شوية هنلاقيهم يعني هبقوا متفاهمين ده احنا هننتكلم على الناس البسيطة اللي في القرى أو الناس البسيطة اللي في السعيد أو الناس اللي في الأماكن الشعبية دي شريحة كبيرة جدا انت بتشوف الأطفال انت بتقابل كل يوم في الإشارة كم طفل ماشي بيه وتحس ان انت تم استجلال بس خلينا نقول انه لا هلينة برضو في الريف عندهم بنسبة كبيرة جدا ويمكن يعني مش بنفاضل حد على حد لكن لا فيه جزء كبير جدا من القيم والمبادئ متحافظ عليها يمكن يكون فيه شوية أسر لسه بتتعامل فمسألة انه العقاب بالضرب أو كده لكن ده موجود في المدن وفي القرى مش بنتكلم على عقاب بالضرب احنا بنتكلم على إساءات تانية انا عايز اقول لك على حاجة انا اصلا خلفية من الريف وخلفية اصلا عشان كده انا يمكن عندي لما بتكلم في الموضوع ده بتكلم بقى انا عندي خلفية ثقافية عن الريف الهدير هنا تقصده سوزة راشا فكرة اللي هو العادات والتقاليد الخاصة بتربية الطفل داخل الريف هي عادات متماسكة ومتعرف عليها ما فيه شهاد من الفئول ما انا هشروح لحضرتك الحاجة بتكلمي فيه ممكن اللي هي العائلات الطاردة من او المحافظات الطاردة لأهلها اللي بيجوا المدن ويستغلوهم في فكرة عملية التسول احنا لما بنتكلم عن المجتمع والقانون بنتكلم عنه كوحدة متماسكة سواء في الريف او في الصعيد او في الاماكن الشعبية انا لا يمكن عشان كده دايما بأعيب على الناس اللي بتعمل القوانين انها احيانا بيكون بفكر معين هو بيدفع عن نسويات مثلا او الزكوري فأما قدم قانون لا ما عليش دول ما ينفعوش خالص يكتبوا قوانين ليه يكتب القانون لازم يكون حد عنده خلفية ازاي يقدر يعمل قانون يعمل ترابط ما بين كل فئات المجتمع ويخدم كل فئات المجتمع بشكل عادل سيد رشاد تقصدوا ان القوانين اللي هي المفروض تحمي الطفل بيحصل لابس ما بينها وما بين القوانين اللي بتحمي المرأة وده الناس بتشوفوا عكس بعض لكنه في الحقيقة المجتمع بيتشنج لما تقوليله قانون للمرأة ما تقوليش قانون للمرأة نقول قانون لحماية الطفل اصلا بعد الانفصال احنا القوانين المليون قضية اللي بترفعهم الست دول بيبقى لحماية الطفل ما بتبقاش قوانين للست ما بتبقاش حاجات تحفظ حقوق الست في حاجة هي اما بتتنزل عن حقوقها القانون المادية وبتسيبها له خلاص وبتري تجري معا في رحلة تانية الولاد فاحنا نبطل نقول احنا بنعد القوانين شخصية للمرأة احنا بنعد قوانين شخصية للطفل لبعاية الطفل بالضبط نجي نتكلم عن الريف او الاماكن الشعبية اللي هي الثقافة بتاعتهم فيها للأسف تعنيف وفيها اعتداء على سواء بدن بالضربة او بالختان او بالإساءة اللفظية او بالتسريح من المدارس والتسريبات من المدارس او العمل في سنة صغيرة لا معلش احنا لو بتكلم عن واقع وانا ما قدرش هاجي اقول اه كل حاجة القوانين لا احنا عندنا الشريحة الخبرى تلتين المجتمع تقريبا فيه خلل عشان كده دايما المنظومة نقدر نقود نقول فيه حاجة نقصة النقص ايه ان احنا مش بنقدم قانون دارس كل فئات المجتمع عامل حساب كل فئات المجتمع جوه النص ده وبيتبنالوا فكر يقدر يخدموا طيب كلمنا في بداية الفقرة او في المقدمة ان مصر عملت طفرة الى حد ما في مجموعة هذه القوانين اللي حاجة بتكلم عليه الفرق اللي حصل خلال السنوات الماضية فيما يخص القوانين التي تحمي الطفل اللي احنا بنقول وبنتضامن مع حضرتك اللي احنا نحتاج لمزيد ومزيد ويمكن سيد الرئيس قبل الفتاح سيسي بيؤكد برضو كلام حضرتك اللي احنا عاوزين نضمن ان الطفل في حالة الانفصال نخرج طفل يكون قادر اللي هو يواجه المجتمع حقيقة انا احنا نحتاج اواجه الشكر للسيد رئيس الجمهورية لاهتمامه فعلا بقضايا الطفل والمرأة بشكل خاص قضايا القصر بتركيز كبير جدا وان هو بمتابع جيد جدا لكل مناقشاتنا وبيعلق عليها بس حقيقة فعلا الفترة اللي فات حقيقة حصل الطفرة على الاقل الناس بقت تتكلم يعني انا حاسة ان لما رئيس الجمهورية يطلعوا يتكلم عن الموضوع دي ادى للناس العادية الناس المواطنين بقوا بتكلموا في الموضوع بقوا فاهمين ان ده ده هو عملهم وعي هو لما بطلع يتكلم في القانون وبيتكلم في الكلام ده هو بيزود الوعي عند المواطن انه اكيد بيحظى بفعبية كبيرة والناس بتسمعوا فطبيعي ان هما بيستجيبوا الكلامهم الفترة اللي فاتت اللي حصل الطفرة كانت في الوعي انها موجود خط نجلة الطفل اللي هو 16000 اللي احنا قلنا عليه قبل كده ان انت ممكن تتصف بس مدى فعاليته اي يعني انا لو شفت طفل معنف وروحت عملت شكه انا انا اه 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 اوكي هيحصل خطوات اكيد وهيبقى في استجابة بس لسه ما فيش نص قانوني حاسم ملزم يقول وملزم ان الاب اللي يعرض يعني زي الام اللي قتلت اولادها او الاب اللي بيعتادي على اولاده بيعتاد زواهر فردية بلاش نتكلم في قضية فردية كتير بيكون ليه كمان بعد نفسي ما بتشرحوش للأسف البعد النفسي اللي احنا برضو مش عايزين نعترف به ان الناس محتاجة سواء الامهات فحص نفسي مهم جدا زي الفحص الصحة النفسية حق المواطن زي الاهتمام بصحيته العامة ده شيء اساسي انا اتكلمت قبل كده وقلت في حلقة زمان معاكو هنا برضو ان الموضوع الصحة النفسية وان ضرورة الكشف الطب على الزوجين قبل الجواز ضرورة الكشف الطبي انت خلفت خلاص ولاد هنسيبلهم ناس تتربة كده مش عارفين ماذا سلامتهم النفسية وماذا استعدادهم لانهم يا رب جيل القانون ملزم وده اللي حاجة بتقولي عليه ده هو مطلب من مطالب يعني اعلى رأس في الدولة السيد الرئيس لما قال لازم نشوف الزوج والزوجة دول مؤهلين اصلا للزواج ولا لا نبتدي اللي احنا نضربهم على ازاي وجه التحديات اللي موجودة في الزواج يعني انا مش معنى ان انا خلفت طف ان انا امتلكته وان انا بقيت امتلك حقه حقه النفسي وحقه المادي انا مش بحترم رأيه مفروض انا بحترم ساعات فنانات او حد بمشاهد لك ايه انا ابني مش بظهره ليه انا مش هتعد على حقه في انه يكون مشهور او مش مشهور افرض مش عايز افرض لما كبر هو ده مش قراته لكن لو هو حابب بقراته يكون بيظهر او بينزل على السوشيال او الكلام ده فانا بحترم جدا الناس دي لانها على قدر كبير من الوعي انها تحترم ارادة الطفل حرية جسمه حرية فكره مش مشكلة ان بنت تكون مختلفة معايا في الفكرة مش لازم البنات المراهقات والاسف احنا بنقابل ازمات فضيعة بتؤدي الانتحار البنات دي في الاخر بنات سنوها صغير بسبب ان الاهالي مصممة انها تربي ولادها بنفس الطريقة اللي هي تربيت بيها الابو مصمم انه يحط بزمن ما بقاش مناسب للأسف ان احنا نتعامل بالعنف مع المراهقات بالطريقة دي او نتعامل بالعنف مع الاولاد في السن ده عشان نجبرهم ياخدوا نفس افكارنا ونفس خطنا اللي احنا مشينا عليه قبل كده فاحنا احنا نقصنا كتير جدا عشان انا اسفى ان انا اقول ده نقصنا نفسي نقصنا دعم 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 في التعليم طب لو هنفند اللي احنا في احتياج ليه كأولويات هنبتدي منين يعني خلص احنا عرفنا ان عندنا مشكلة نتلي بالوعي نتلي بالوعي وسبب وجود حضرتك معنا ان احنا المهاردة بنوعي المواطن بفكرة لا للتعنيف الاضرار اللي ممكن تحصل على الطفل في حالة اللي احنا لو عن نفنان ابنك ده شخص مستقل انت لا تملك عليه اي سلطة انت لا تملك على جسد ابنك اي سلطة ولا عقله ولا مشاعره انت لازم تترك لابنك الحرية هو كمواطن حر وله زيك زيه زيك بالضبط لحقوق المواطنة انت ابنه عشان توجهه ان هو يكون انسان كويس ان انت في جنبه عشان تخليه يمكن مش بنالكفت كمان مدى كارثية وتأثير المسألة العنف او الضرب او حتى انه استخدم نفوذي كاب وام حتى في سلطة يعني على الافكار وكده غير لما بيحصل كارثة كبيرة وممكن ده يحصل وهو كبير مثلا تحدث كارثة ولما نرجع لورا تلاقي الموضوع ناتج عن عنف اوسري ناتج عن التربوات نفسية كانت موجودة مثلا مش معالجتها بشكل صحيح فيمكن احنا في حاجة لمزيد من الاهتمام بدا انا هقول لحضرتك حاجة احنا انا عشان اقول ان القانون لوحده دايما انا مطلع في اي برنامج وقول نفس الكلام القانون لوحده مش ملزم لا يكفي انما الاعلام وكمان استخدام اللغة يعني استخدام انا لما عملت كتب في القانون بالعامية ودي كانت تصميم مني ان قابل عامية عشان اي حد في الشارع يعرف يمسك الكتاب يقرأ اي طفل يقدر يفهم اللي فيه انما لما نطلع معلش انا برضو بحس الجامع اللغة بتاعته يا شديدة كده وعنيفة وصوتها عالي لا احنا محتاجين نرجع للوعي الوسطية الوعي الوسطي البسيط المحامي ما يطلع مش لازم اي سيدي تستخدم نصص قانونية صعبة هو كمواطن مالوش لازمة انو اسمعها هو مش بحتاج تسمع مني دلوقتي نصص قانونية هو مش فارق معا بس فارق معا يعرف المعلومة الصغيرة ما تعملش ده عشان ده ممكن يسبب لك ازا او ممكن يسبب لابنك ازا استخدام الطريقة المناسبة ان احنا بنخاطب ناس من الريف وناس من الصعيد وناس في الماكن الشعبية ارجو ان احنا نستخدم لغة مناسبة ليهم هم ابتدوا يسمعوا مهرجانات ويشوفوا يتابعوا حاجات مناسبة للفكر بتاعهم نجحت جدا ما تعملش تقولوا يا ليه انتشغل يتقوي معاهم لانها بتخطبهم باللغة بتاعتهم احنا بقى كمثقفين وكفاءة مطالبين ان احنا نساعد الناس دول لان احنا فوق نساعدهم لازم ننزل للغة بتاعتهم لازم نقدم لهم المعلومة بصورة بسيطة لازم نفهمه بالراحة نجيب له ننروح للناس تروح تقعد معاهم في الاماكن دي تعمل تجمعات اماكن هناك مراكز شباب وهناك في مليون مكان ينفع ان انت تجمع الناس دي فيه وتتكلم معاها بعد الطلاق لو فيه لازم تروح زيارات للبيوت تشوف الاطفال دي عايشة ازاي وتكون بشكل دوري في حاجات كتير نمك لسو درشا مسألت تحقيق العدالة الثقافية بنسبة كبيرة ده هيؤثر بكل تأكيد نمتلك الوسائل اللي ما تكلفناش فلوس على فكرة نمتلك وسائل عندنا وسائل ما تكلفناش فلوس لو الدولة احنا بنفكر عندنا اخصائيين اجتماعين كتير جدا خارجين جامعات لو احنا شغلناهم حتى بمقابل اجر رمزي كخبرة لي وياخد اكتباريس دكت مليون حد هتقيق سوزة رشا احنا نقدر نقول اللي احنا في احتياج لتضافر كافة الجهود وعلى رأس هذه الجهود قبل الدولة او قبل نتكلم مؤسسة القضاء تحديدا مفعالة في القوانين الملزمة للأب والأم محتاجين تضافر جهود الأب والأم تحديدا مع الأبناء وانا اتعامل بالمتغيرات اللي موجودة من حولنا زي ابني ادر النهاردة اللي هو في حقبة زمنية مبيني ومبينه فلازم لنا اتعامل مع كل هذه الحقب الزمنية بثقافة الطفل الحالية وثقافة المجتمع اللي فرضت نفسها بتغير الأزمنة علشان خاطر اقدر لنا طلع طفل ناضج يقدر اللي هو يواكب المتغيرات الحقيقة الموجودة على الأرض أنا بكلم حضرتك أستاذ رشا أنا بشكر حضرتك للأسف وقت هنا يعني خلص بسرعة مع حضرتك فأستاذ رشا صبري المحامية المتخصصة في قضايا الأسرة بشكر حقيقي فنم على وجودك معنا في صباح الخير يا بصر شكرا جزيلا يا فنم